الآن أيها الأبناء الأعزاء يمكننا أن نجري مناقشة حول فقرة هامة من بين فقرات هذا الفصل وفي أستار الظلام كان نجم الدين يمضي في طريقه مبتعدا عن الرحبة فسمع مناديا يجأر بصوته يطلب الإسراع وإلا وقعوا في أيدي الخوارزمية وكانوا قد اختلفوا مع نجم الدين وبيتوا أمرهم على الانتقاض عليه فلما سنحت لهم الفرصة انتهجوها وشقوا عصى الطاعة لقد ورد أيها الأبناء في هذه الفقرة كثير من الكلمات التي تحتاج إلى توضيح أستار الظلام المقصود في ظلام الليل ومفرد أستار ستر وليس ستارة يجأر بصوته معناها يرفع صوته بيتوا أمرهم أي دبروه ليلا الانتقاض عليه معناها الخروج عن طاعته وعصيانه سنحت لهم الفرصة أي تهيأت وتيسرت وجمع فرصة أيها الأبناء فرص أما شقوا عصى الطاعة فمعناها خرجوا عن طاعته والآن أيها الأبناء دعوني أطرح عليكم هذا السؤال لماذا لم يتمكن الخوارزمية من القبض على نجم الدين الخوارزمية لم يتمكنوا من القبض على نجم الدين لأنه أفلت منهم وأسرع محتميا بقلعة سنجار هو وزوجته شجرة الدر ومن بقي معه من جيشه الصغير معنا أيها الأبناء سؤال آخر صل ما بين القائمتين أولا عناصر المجموعة ألف ضرب بدر الدين لؤلؤ حصاره ضرب غياث الدين الرومي حصاره استعانت شجرة الدر في طلب النجدة ثانيا عناصر المجموعة باء بالجواد مغفر الدين يونس ابن مودود حول آمد التي يتحصن فيها توران شاه بالقاضي بدر الدين الزرزاري حول قلعة سنجار لكي يقبض على نجم الدين ونلاحظ أيها الأبناء قبل أن نجيب عن هذا السؤال أن عناصر المجموعة ألف ثلاث جمل أما عناصر المجموعة باء فهي تتكون من أربع جمل وهذا يزيد السؤال صعوبة ويحتاج منكم إلى تفكير وتكون الإجابة أيها الأبناء كما يلي ضرب بدر الدين لؤلؤ حصاره حول قلعة سنجار لكي يقبض على نجم الدين أما غياث الدين الرومي فقد ضرب حصاره حول آمد التي يتحصن فيها توران شاه ابن نجم الدين كما تعلمون استعانت شجرة الدر في طلب النجدة بالقاضي بدر الدين الزرزاري وهو قاضي سنجار تعالوا بنا الآن أيها الأبناء نناقش طريقة سؤال الجماليات معنى سؤال يقول أعد قراءة الفقرة السابقة ثم استخرج منها تعبيرا أعجبك مبينا سر إعجابك به حين نعيد قراءة الفقرة السابقة أيها الأبناء سنجدها حافلة بالتعابير الجميلة منها عبارة في أستار الظلام وهو تشبيه للظلام بالأستار التي تحجب الرؤية أي تمنعها أما عبارة بيت أمرهم فهو تعبير يدل على الحيلة في إخفاء المؤامرة لأن تدبيرها بالليل فيه إحكام لعنصر المفاجأة أيضا معنا تعبير آخر شقوا عصى الطاعة وهو تشبيه أيها الأبناء للطاعة بصورة عصى تشق وتكسر لكن قبل أن ندع هذا السؤال أيها الأبناء أحب أن ألفت انتباهكم إلى شيء هام من جدا وهو أن سؤال الجماليات قد يأتي بطريقة أخرى وهي طريقة أي التعبيرين أجمل ولماذا أو لماذا كان التعبير الأول أجمل وفي هذه الحالة سيأتي لكم تعبيران مختلفان بين قوسين في أستار الظلام هذا هو التعبير الأول أم في ظلام الليل وهذا هو التعبير الثاني بيتوا أمرهم هذا هو التعبير الأول أما اتفقوا على إخفاء المؤامرة فهذا هو التعبير الثاني شقوا عصى الطاعة هذا هو التعبير الأول أم عصوا وتمردوا وهذا هو التعبير الثاني وتكون الإجابة أيها الأبناء كما شرحناها معا منذ قليل